بعد أن باتت سياسة رئيس النظام التركي معروفة بالتذبدب والاضطراب وغير الاستقرار أدى ذلك إلى انخفاض شعبيته وانعكس سلباً على الواقع الداخلي في تركيا ولسيما الوضع الاقتصادي الذي بات يواجه تحديات كبيرة بتوازم عنهيار قيمة الليرة التركية أردوغان تعرض لانتقادات عنيفة من أحزاب المعارضة وإعلامها بسبب زيارته للقاهرة ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودعوته لزيارة أنقرة في نيسان أبريل القادم بعدما حملته مسؤولية الفشل الذريع في السياسة الخارجية ليس مع دول العربية فحص بل مع جميع دول العالم أيضاً هذه الزيارة للقاهرة ترتبت عليها تنازلات من قبل أردوغان ولاسيما في ملف جماعة الإخوان حيث عمد النظامه إلى ترحيل عدد منهم وسحب الجنسية من آخرين في حين تظل هناك تنازلات أخرى غير معلنة المعارضة التركية ذكرت أردوغان بكل ما قاله عن السيسي الذي أطاح في تموز يوليو 2013 بحكم الإخوان المسلمين ومحمد مرسي لمصر إذ وصف أردوغان السيسي بالدكتاتوري والمستبد والانقلابي والقاتل وقال إنه لن يلتقيه ما دام على قيد الحياة إضافة لمعايرته له في المحافل الدولية كنظام انقلابي يفتقد الشرعية وهو الموقف الذي اتخذه أردوغان ضد رئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونتنياهو الذي التقاه في العشرين من أيلو سبتمبر الماضي في نيويورك مراقبون اعتبروا أن أردوغان يحاول في زيارته لمصر الحصول على سك أمان لتلميع صورته الداخلية في ظل سيناريوهات محتملة لموجة غضب في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد شبكة بلومبرغ الأمريكية اعتبرت أن ذوبان الجليد الدبلوماسي بين مصر وتركيا يعد جزءا من مساع النظام التركي لتطبيع علاقاته في الشرق الأوسط خاصة أنه يسعى لجذب الاستثمارات من دول مثل الإمارات والسعودية وذلك لترميم الاقتصاد الذي تسبب في انهياره وبالنسبة لخلاف مصر مع تركيا فيما يتعلق بليبيا فقد تصاعد التوتر عام 2020 عندما أرسل النظام التركي جنودا ومرتزقة تابعين له وطائرات مسيرة لمحاربة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي تدعمه مصر بشكل خاص واعتبر السيسي تدخل تركيا تهديدا صارخا للأمن القومي المصري وإضافة إلى التدخل العسكري للنظام التركي في ليبيا غضبت مصر من مذكرة تفاهم تم توقيعها في الثالث من أكتوبر 2022 بين أنقرة وحكومة عبد الحميد لدبيبة في طرابلس بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات كما اعتبرت القاهرة أن مذكرة التفاهم الموقع بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وبين أنقرة بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط غير قانونية وضاعفت مذكرة التفاهم التوتر بين النظام التركي وبين مصر كونها جاءت بعد ثلاث سنوات فقط على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حافظة الاتحاد الأوروبي حينها أيضا مهما قام به أردوغان من مصالحات مع الدول العربية ومهما قدم من تنازلات في ملف الإخوان فإنه لن يتخلى عن سياسته القائمة على نشر الفوضى في المنطقة وإلا لماذا ما يزال محافظا على استمرار العلاقة مع الإخوان وفصائلهم المسلحة في كل من سوريا وليبيا